رئيس السيسي يواجه بتعزيز تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسع في استردام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبعي كوقود بديم الرئيس السيسي يواجه بمواصلة تطوير استغلال أصول قطاع الأعمال العام وفقا لمبدأ الحوكمة وصوم المال العام شكري يسلم رئيس المجلس الأوروبي رسالة من الرئيس السيسي بشأن عدد من القضايا في مقدمتها سد النهضة وليبيا وعملية السلام السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جريمتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز تنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرات المتميزة لتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل خاصة ما يتعلق بالحافلات والشاحنات وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات ومواكبة تطور المتنامي عالميا في الاعتماد على الوقود النظيف جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والثقيل بمختلف أنواعها بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء ووجه الرئيس السيسي كذلك بالتوسع في جهود انتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء وذلك بالتعاون بين وزارة الانتاج الحربي والقطاع الخاص مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي ووفقا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية كما شهد الاجتماع استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص ومنها شركة MCV وذلك لتصنيع وانتاج شاحنة النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بموصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وذلك وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارات أصول الدولة وصون المال العام خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي وبالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية حيث اطلع الرئيس على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت على مستوى المحافظات شهد رئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس لهيئة قضايا الدولة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بان رئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن وقد منح رئيس السيسي المستشار أبو بكر السديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وإسامة الجمهورية من الطبقة الأولى حيث أهرب في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 2021 قرار ملخ السيد المستشار أبو بكر السديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 269 لسنة 2021 قرار يؤين السيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيسا لحيئة قضايا الدولة اعتباره من 1-7-2021 أخذ بالله العظيم أن أؤدي أعمال وزفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرائي الدولة وأن أحتيم الدستورة للقنة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشددا على أن يكون العمل دوريا على مدار الـ 24 ساعة يوميا جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية حيث وجه بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاح تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات وبتحقيق إنجاز سريع بها مع تدليل كافة العقبات والتغلب على التحديات هذا وكلف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة وبمضاعفة فرق العمل وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات واستكمال منظومة التحول الرقمية سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل جاء ذلك في لقاء شهد بحث العلاقات السنائية والموضوعات الإقليمية في مقدمتها قضية سد النهضة وليبيا وعملية السلام أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا الذي انتقد إعلان إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة دون تواصل إلى اتفاق وخلال لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببراكسال أكد شكري مطلبته بأهمية وضع خارطة طريق للتواصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد يأتي ذلك فيما بحث شكري مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي النيتو يانس سوتلمبرغ عدة قضايا من بينها الأمن السبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والكشف عن الألغام فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار أكد شكري أيضا في هذا اللقاء مع جوتا أوريبلينين مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية التقى مع نظيره الروماني بوكدان أوريسكو لبحث سبل دفع تعاون الثنائي والقضايا الإقلابية فيما بحث أيضا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية إيلبا يوهانسون التعاون بين الجانبين في مجالي الهجرة واللجوء في إطار استراتيجية توزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون تتوصل جهود الوزراء لضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية إلى جانب مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد وأصفرت جهود الوزراء خلال أسبوع عن تحقيق نتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 389 عنصرا إجراميا ومصر عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 17 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل عمد، سلاح، بلطقة، مخدرات وضبط معهم 210 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيل والدقالية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتية الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 61 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 944 قطع السلاح ناري أبرزها 133 بندقية 94 بندقية آلية 54 مسدسا 662 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة 90 خزينة إضافة لـ 1511 خطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 528.854 حكما قضائيا بإجمالي 45.623 متهما من بينهم 2214 حكم جنايا ومائة وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر حكم حبس ومائتان وتسعة وخمسون ألفا ومائة وستة حكم غرامة وخمسة وسبعون ألفا وسمانمائة وواحد وسبعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تسعة عشر تشكيلا عصابيا ضموا 66 متهما قاموا بارتكاب 128 حادث سرقة متنوعة وتم كشف أمود 76 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 86 متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1212 قضية إدغار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1347 متهما وبحوزاتهم قرابة تسعة وتسعين ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيشة وحوالي 130 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من عشرين كيلو جرام إضافة إلى حوالي خمسة عشر ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكسة وعدد 26413 قرص مخدر وفقت مصر على الانضمام إلى اتفاقية وكالة الدواء الإفريقية وخلال مؤتمر صحفي مع المبوث الإفريقي للوكالة ميشيل السيديبيي أشارت وزيرة الصحة هالا زايد إلى أن هناك مساعي لتكون القاهرة مقرا للمنظمة الجديدة موضحة أنها تسهم في توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وبتسجيلها كما ستسهم في تحسين منظومة اللقاحات في القارة النهاردة مصر بتعلن موافقتها على الانضمام له أو على العمل مع الأمة أو الوكالة الأفريقية للأدوية وإن شاء الله نحن نسعى كمان أن نحن نحاول أن يكون مقر هذه الوكالة في القاهرة بإذن الله أهمية الوكالة الأفريقية للأدوية أو المنظمة الأفريقية للأدوية إنها بتوحد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها وتمكين الحكومات والقطاع الصحي في الدول من التصنيع والاستثمار في الأدوية وده طبعا بعد مرور العالم بجائحة الكورونا وقد كده اكتشفت الدول وبذات الدول الأفريقية أهمية أنها تكون عندها قدراتها التصنيعية والتشريعية لتبادل الأدوية واللقاحات هذا وقد أشارت وزيرة صحة والسكان إلى دعم القيادة السياسية في مصر لعمل اتفاقية الدواء الأفريقية لتكون صرحا يخدم شعوب القارة الأفريقية مشيرة إلى أنه سيتم إقرار هذه الوكالة خلال القمة الأفريقية القادمة الحقيقة احنا مرحبين جدا بانضمام مصر لهذه الاتفاقية مصر هتشتغل من خلال الأمة على أنها تكون صرح كبير جدا يخدم الشعوب الأفريقية الإرادة السياسية في مصر والقيادة السياسية بتدعم هذه المنظمة وإن شاء الله على القريب في القمة الأفريقية القادمة يتم إقرار هذه الوكالة من القادة الأفريقية بإذن الله وللمرة الثانية تنجح أجهزة الدولة في عملية حقن لطفل مصاب بمرض دمور العضلات الشوكي والتي أجريت اليوم بمستشفى عين شمس التخصصي وذكر بيان صادر عن الجامعة أن الأطباء قاموا بعلاج وحقن الطفل المصري بدواء يعد الأعلى سعرا في العالم وتبلغ قيمته مليونين ومائة ومائة وخمسة وعشرين ألف دولار بما يوازي 34 مليون جنيه مصري وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط وهو معتمد من إدارة الغداء والدواء الأمريكية في مايو 2019 أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في أكثر من مئة وأربع دولة مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تنتشر في جميع أنحاء العالم قريبا وفي هذا الإطار أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا أدل على وجود حاجة للحصول على جرعات داعمة من اللقاح أهرب رئيس تونسي قيس سعيد عن إيمانه سابت بقدرة تونس على تصديل جأحة كورونا وتجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق جاء ذلك خلال تلقى الرئيس التونسي للجرع الأولى من لقاح كورونا بمركز التلقيح المحلي وأثنى سعيد على الجهود الدقوبة التي تبدلها يوميا التواقم الطبية وشبه الطبية في تونس للتصدي لجائحة كورونا مؤكدا التزام الدولة بمواصلة التحرك لتوفير اللقاحات ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية أعلنت إسبانيا إدراج أغلب المناطق في تشيكا ضمن قائمة دول الأكثر خطورة وذلك بسبب تفاشي سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد وأوضحت السلطات الإسبانية أنه يجب على المسافرين لإسبانيا ابتداء من اليوم إجراء مسحة للكشف عن الفيروس أو شهادة تثبت طلق المسافر لجرعتي اللقاح مشيرة إلى أن إقليم جنوب مرافيا الواقع بجنوب شرق البلاد لا يزال معفي من الإجراءات الاحترازية الجديدة في إسبانيا حضرت منظمة الأغذية وزراع الفاو من الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوا في 2020 بسبب وباء كورونا قد تكون لها آثار على الأجل الطويل على الأمن الغذائي في العالم أضافت أيضا منظمة الفاو أن ظاهرة تفاقم الجوع في العالم والتي تعد الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاما قد تقود أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في العالم بحلول 20-30 تستعد عدد من الدول من بينها بريطانيا لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بينما تتجه دول أخرى لوضع قيود صارمة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الإصابات وحالات الوفيات هذا ويعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن قراره النهائي بشأن رفع جميع قيود فيروس كورونا وسط تأكيدات مستمرة صادرة عن قادة وزعماء دول العالم بأن وباء كورونا لم ينتهي بعد تدخل دول في مرحلة تخفيف القيود الاجتماعية وأخرى تشددها في بريطانيا وعلى الرغم من ارتفاع الحالات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ شهور فرح رئيس الوزراء بوريس جونسون مقترحات لإلغاء القواعد المتعلقة بوضع الكمامات والتواصل الاجتماعية وتعليمات العمل من المنزل اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الجاري تمهيداً لمرحلة التعايش مع الوباء وفي أستراليا وبعد فشل إغلاق أكبر مدنها تستعد سيدني لعزل عام مطول بسبب الوباء مع تحذير المسؤولين من احتمال تجاوز الإصابات اليومية الجديدة حاجز المائة حالة وسط فش سريع لسهالة دلتا من فيروس كورونا وأكدت رئيسة وزراء نيوسا وزويلز تمديد العزل العام إلى ما بعد تاريخ الانتهاء المقرر في السادس عشر من الشهر الجاري محذرة من أن الوضع سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن أما كوريا الجنوبية فقد فرضت حكومتها ابتداء من اليوم أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة في سول والمناطق المجاورة لأول مرة بما في ذلك حظر تجمع أكثر من شخصين بعد الساعة السادسة مساء في محاولة لوقف أسوأ تفش لها على الإطلاق حسى رئيس الوزراء البريطاني باري جونسن المواطنين في انجلترا على المضي قدماً بحذر عند رفع معظم القيود المتبقية بشأن فيروس كورونا الأسبوع القادم والآن نتابع مؤتمراً صحفياً للحكومة البريطانية بشأن رفع الإجراءات الاحترازية وكذلك قيود مواجهة الفيروس في الأراضي البريطانية في 19 يوليو الجهري بدأ في العاصمة اليابانية توكيو اليوم فرض حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية وفي الأسبوع الماضي قرر منظم الدورة عدم السماح بأي حضور جماهيري محلي في جمع أحداث الدورة تقريباً بعد قرار سابق بعدم السماح بأي حضور جماهيري من الخارج أيضاً وأظهرت استطلاعات الرأي تخوف الجماهير اليابانية من تنظيم الحدث الرياضي الكبير خلال هذه الفترة بينما يستمر تفشي الفيروس مع ظهور سلالات جديدة يشهد الأردن عودة تدريجية للسياحة بعد رفع القيود تدريجياً بشأن فيروس كورونا ويأمل القطع السياحي في الأردن في انتعاش السياحة بعد انهيارها في عام 2020 بسبب الجائحة في مدينة مأدبة الأردنية السياحية يأمل المواطنون في انتعاش السياحة بعد انهيارها عام 2020 بسبب جائحة كورونا المدينة القديمة التي تقع وسط المملكة الأردنية والتي تشتهر بزخارف الفوسيفساء التي تعود لبدايات الظهور المسيحية يحاول أهلها جذب السياحة بشتى الطرق لتعويض الخسائر التي أصابتهم جراء الوباء حيث بدأت المدينة بعودة السياحة تدريجياً إلى المنشآت السياحية في 18 ثلاثة لما سكروا البلد طبعاً احنا سكرنا وطبعاً لما سكروا القطاعات السياحية وقطاعات القنون الدفاع نحنا سكرنا قبل كمان شهر فتحنا عشان نزبط محلاتنا ونقول يا الله بلشنا نشوف أعدات سياحية بلشت تيجي على مادبة وزيارة مواقع مادبة وبعض العرب المقيمين في الأردن هون بلشوا يزوروا المواقع الأثرية اللي داخل مادبة وإن شاء الله أعدل من نتمنى يعني نشوف صورة أفضل وأحسن وأقوى للسياحة وأدرق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الأردن ضمن عشرات الدول الجديدة الآمنة فيما يتعلق بالحالة الوبائية اعتباراً من أول يوليو حيث بدأ أن جهود الحكومة لإنعاش قطاع السياحة تؤتي ثمارها كما تتخذ الحكومة الأردنية خطوات أخرى لإعادة عدد السياح الأجانب إلى الرقم القياسي البالغ ثلاثة ملايين سائح استقبلهم الأردن في 2019 نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد يومين من تعديل وزاري الأعضاء الجدد في الحكومة الإسبانية يؤدون اليمين الدصدورية قدت محكمة أمن الدولة في الأردن بسجن باسم عوض الله رئيس أديوان الملكي السابق وشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاماً بتهمة السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وأنهما عقداء العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي وقال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم إن المتهمين يحملن أفكاراً منوئة للدولة وسعيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني إلى العراق حيث أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق وقع عن العثور على أربعة صواريخ قاضفة أر بي جي وأسلحة غير مرخصة في كاركوك وبغداد وكانت الشرطة الاتحادية العراقية قد أعلنت عن مقتل أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على ستة آخرين في بغداد وكاركوك وسام الراء بصلاح الدين الشمالي البلاد فضلا عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بترويج المواد والحبوب المخدرة وقضايا جنائية ومخالفات قانونية أخرى بحث وزير صناعة والمعادن العراقية منها العزيز الخباز مع وزيرة صناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي بحثات تنفيذ مشاريع التكامل الصناعية بين البلدين في ضوء مقرارات القمة السلسية العراقية الأردنية المصرية وتأكدات قيادات البلدان السلسة على التعاون والتكامل الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع صناعية وعدة تغدم المصالح العليا للشعبين العراقي والأردنية استعرض الجانبان عددا من القضايا المشتركة وأسبل تعزيز التعاون حيث يشار إلى أن زيارة الوفد الأردنية إلى العراق تأتي في إطار الزيارات المتبادلة واللقاءة المشتركة لمسؤولي كل من البلدين لتوطيد العلاقات السنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والأردن أكد بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على دعم المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع معاناة اليمنيين ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس تنصيق سعودي عماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات كما اتفقا على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين أدى الأعضاء الجدد في الحكومة الإسبانية اليمينة الدستورية في مراسم مقتضبات رأسها الملك فيلاب السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشاز كان سانشاز قد أعلن إجراء تعديل حكومي ومثبت لتشكيل ما أطلق عليه بحكومة تعافي في أقابي جائحة كورونا ولم تمس التغيرات التي أجرها سانشاز الحقائب الوزرية الخمسة التي يتولها أعضاء من حزب فوديموس حيث أجرى جميع التغيرات السبعة بين أعضاء حزبه الاشتراكي في الحكومة إلى الهند حيث ارتفعت حصيلة ضحايا صواعق البرق التي ضربت ولايتين بالهند خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى أكثر من خمسين قتيلة وأعلن رئيس الوزراء الهندي أن نارندار مودي تقديم تعويضات مالية لأسر ضحايا والمصابين فيما حضرت إدارة الأرصاد الجوية من استمرار صواعق البرق خلال اليومين المقبلين أعلنت الحكومة في النيجرة مقتلى خمسة مدنيين وأربعة عسكريين وأربعين إرهابيين في هجوم شنه عناصر يشتبه في أنهم من الإرهابيين في منطقة تيلباري غربي البلاد بالقرب من الحدود مع مالي وقالت وزارة الدفاع النيجرية إن مئة إرهابيين مدققين بالسلاح هاجموا قرية تشوسا بانجو على متن عشرات الدراجات النارية وأضفت الوزراء أن الرد الفعل السريع والقوي لقوات الدفاع والأمن سمح بصد الهجوم من خلال الحقيقة سائرة فادحة بصفوف المهاجمين إلى الشأن المحلي مرة أخرى حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامنا مع حلول عيد الأطحى المبارك وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة من تشر حول وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية وأكد أن جميع السلع متوفرة نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا معلوماتيا بعنوان مصر من أكثر الدول نشاطا في البحث العلمي في المنطقة تناول أبرز نقاط تطور الأداء المصري في البحث والنشر العلمي في العالم وبحسب العرض المعلوماتي فإن 48% من النشر العلمي العربي في 2016 شارك به باحثون مصريون 46% من الباحثين في مصر من السيدات وفقا لمنظمة اليونسكو حيث أكدت تطور مكانة مصر في مجال البحث والنشر العلمي استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفنار السعودية صباح محمد المطلق وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية أوضح وزير الكهرباء أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة وفي مجال الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بصفة خاصة وكذلك الهايدروجين الأخضر وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات الذكية طلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار تقريرا من مدير معهد بحوث البترول المصري ياسر مصطفى حول أنشطة المعهد خلال شهر يونيو الماضي وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجالات مفهرسة عالميا بلغ 16 بحثا وتم الإشراف على 17 رسالة دكتوراه وتسع عشرة رسالة ماجستير وألفت التقرير إلى مشاركة المعهد في فعليات ورشة عمل بعنوان من أجل شاركة حقيقية بين البحث العلمي وقطع البترول والسروة المعدنية والتي نظمها مركز بحوث وتطوير الفلزات ضمن جهود المراكز البحثية لربط البحث العلمي بالصناعة قامت توازيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم بإهداء محافظ الإسكندرية محمد الشريف وممثلي الجاليتين اليونانية والكبرصية درع المبادرة الرئاسية إحياء الجدور وذلك على هامش فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة بالإسكندرية كما قام محافظ الإسكندرية بإهداء نبيلا مكرم مفتاح الإسكندرية وهو أعلى وسام للمحافظة وذلك تقديرا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج من جانبها أكدت وزيرة الدولة للهجرة أن النسخة الشبابية لمبادرة إحياء الجدور جاءت وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارتها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا مشيرة إلى أهمية نقل هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاث استقبل وزير الأوقاف محمد مختار جمعى رئيس طائف الإنجلية أندري زاكي على رأس وفد كبير من قيادة الكنيسة للتهنئة بعيد الأطحى المبارك وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف العمل على ترسيخ وتجدير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النغبة إلى ثقافة مجتمع وشد رئيس طائف الإنجلية بجهود وزارة الأوقاف ترسيخ أصص العيش المشترك كما وجه وزير الأوقاف الشكرى لزاكي على مشاركته ومشاركة طائف الإنجلية في مشروع سقوق أضاحي الأوقاف والذي يأتي كمشروع وطني ومجتمعي وإنساني بامتياز في هذه المناسبة قررنا في وزاعة الأوقاف والمجلس الأعلى الشئون الإسلامية أن يكون مؤتمر هذا العام المالي الجديد عن عقد الموطنة عقد الموطنة وسيكون مؤتمر دوليا كبيرا للترسيخ لمفهوم الموطنة المتكافئة مفهوم الدولة الوطنية مشروعية الدولة الوطنية الوقوف على أرضية وطنية على قدم المسواة أسسها التسامح الديني المسواة بين أبناء الوطن الواحد دون تفريقة على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق كما استقبل مفتي الجمهورية شوقي علام بمقر دار الإفتاء رئيس الطائفة الإنجلية بمصر القص أندريا ذكي ووفداء من قيادات الطائفة الإنجلية وخلال اللقاء هنا رئيس الطائفة الإنجلية مفتي الجمهورية بعيد الأطحى المبارك مؤكدا أن دار الإفتاء تمثل نموذجا واقعيا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي من جانبه أعرب مفتي الجمهورية عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجلية بعيد الأطحى المبارك مشيرا إلى أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة يعكس قوة النسيج الحقيقي بين المصريين هذا الاجتماع وهذه التهنئة هي كاشفة عن حقيقة مصرية في أن هذا المجتمع مجتمع واحد لا يمكن بحال من الأحوال مهما كانت المحاولات ومهما كان حجم المحاولات لا يمكن أن يأتي إلى هذا النسيج ويخترق هذا النسيج لأنه عصي في الحقيقة وفقا للتاريخ وفقا للتجارة وفقا لما نحن فيه من بعد 30 يونيو إلى الآن بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ مصر من التيه والضياع ونحن جزء من دولة ما بعد 30 ستة هذه الدولة التي تسعى إلى الموطنة التي تسعى لدعم قيم الاعتدال والوسطية ونرى أن فضيلة المفتي من خلال دار الإفتاء المصرية يلعب دورا هاما وخطيرا في دعم الاعتدال وفي تقديم الفتوى السليمة ليس لمصر ولكن للمنطقة العربية كلها عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام في الدولة وذلك وفق مبدأ حوكمات وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام خاصة ما تعلق بمساحة الأراضي وبالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس لمتابعة تعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بتعزيز تنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة لتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي وذلك بالتنصيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام والإجراءات المخطة تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكهم من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب محمد عبدالفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة أم سي في والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة أم سي في الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنصيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل خاصة ما يتعلق بالحافلات والشاحنات وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات وكذلك لمواكبة التطور المتنام عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة كما وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربية والقطاع الخاص مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص ومنها شركة أم سي في وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمن كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعية خاصة التي تعمل بالكهرباء وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذ في النمو على مستوى العالم تحت رعاية الرئيس السيسي يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات دورته الثانية والخمسين وسط إقبال جمهري كبير من قبل المواطنين فعاليات المعرض تتواصل تحت الشعار في القراءة حياة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا إذن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض الكتاب أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أحمد أهلا بك بداية في القراءة حياة شعار معرض هذا العام تحت هذا الشعار أحمد ضعنا في الفعاليات وحركة الإقبال على المعرض تفضل نعم نوها وهبة تحية لكم بالفعل شعار في القراءة حياة حقق نجاحا كبيرا في اليوم الثاني عشر لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي في يوم الثلاثين من يونيو الماضي وفتحت أبوابه للجمهور في الأول من يوليو وتستمر فعالياته حتى الخامس عشر من يوليو وتبقى ثلاثة أيام فقط على انتهاء هذه التظاهرة الثقافية الضخمة ويمكن هناك نجاح وإقبال كبير جدا من المواطنين على هذه التظاهرة الثقافية على معرض القاهرة الدولي للكتاب بأجنحته الأربعة أو بقاعتي الأربعة المتواجدة أنا حاليا متواجد في القاعة رقم اثنين وفيها العديد من دور النشر التي تناسب جميع فئات وثقافات المواطنين سواء من شباب من فتيات من كبار السن من شباب صغير وأيضا من أطفال يمكن كتب الأطفال نوها يعني كانت لها رصيد كبير داخل أروقة وأجنحة المعرض نحن نتحدث أيضا عن مبادرة ثقافتك كتابك التي حققت نجاحا كبيرا هذه المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إناس عبدالدائي ومزيرة الثقافة وكان الهدف منها هو أن تكون الأسعار رمزية بالنسبة لأسعار الكتب فنحن نتحدث عن كتب تتراوح أسعارها من الجنيه وحتى عشرين جنيه الأرقام الرسميا وتتحدث عن 61 ألف كتاب تم بيعها ضمن مبادرة ثقافتك كتابك فضلا عن أن الأرقام أيضا تتحدث عن وصول عدد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي الكتاب حتى يوم أمس إلى أكثر من 800 ألف زائر فعلي هذا فضلا عن أكثر من 180 مليون زائر افتراضي لمنصة الإلكترونية التي كانت إضافة كبيرة هذا العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد فيما يتعلق بمختلف المستويات الحاضرة في المعرض ارصد لي ردود الأفعال وأهم ما رصدته من ملاحظات من فضلك نعم ردود أفعال جيدة جدا نهى تجاه تنظيم معرض الكتاب يعني بداية لمن لم يدخل أو يزور معرض القاهرة الدولي الكتاب بداية من دخولها البوابات سيجد مجموعة من الشباب المتطوعين ويرتدون بست عليه مكتوب أنا متطوع يقومون بإرشاد الزائرين للمكان الذي يتوجهون إليه هذا أو هؤلاء المتطوعون أيضا يقومون بتسليل عملية الدخول وتأكد من الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكيمامات وأيضا درجات الحرارة قياس درجات الحرارة يعني على مدار أجنحة أو في كافة أجنحة وقاعات معرض القاهرة الدولي الكتاب تجد هؤلاء المتطوعين الذين يسهلون أي عملية بحثة عن أي كتاب عن أي دول نشر من خلال الوسائل الإلكترونية التي بحوزاتهم يمكنهم التوصل إلى أي كتاب ترغب في شراءه وأؤلاء منتشرين في جميع قاعات وفعليات المعرض فضلا أن المعرض إذا تحدثنا عن الأعمار السينية أو المستويات الاجتماعية والثقافية التي تزور المعرض نجد أن من جميع الفئات المصرية وأيضا هناك عرب وأجانب يزورون المعرض القاهرة دولي الكتاب فهو فرصة حقيقية يقدم تخفضات كبيرة جدا للكتب بأسعار في متناول الجميع ربما لن يجدها القارئ ومحبي القراءة لن يجد هذه الأسعار خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية أخيرا ثلاثة أيام فقط صحيح تظاهرة ثقافية مهمة تنجح الدولة كل شخص أن ينبغي نعم أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني على هذه المتابعة والمتأخلة شكرا جزيلا لك شهد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة الافتتاح التقريبي لمستشفى حميات التل الكبير الذي يعاد افتتاحه بعد عشرين عاما من غلقه وأكد محافظ الإسماعيلية أنه سيتم تشغيل مستشفى حميات التل الكبير بكمل طاقته خلال الفترة من سلسة إلى ستة أشهر يكون من أكبر المستشفيات في منطقة القناة بالكامل والمتخصصة في مجال البحث العلمي الطبية ويضم المستشفى عادات خارجية وأقسام الأشعة ومعامل التحليل وأشار محافظ الإسماعيلية إلا أن الوزارة وضعت خطة للوصول بمستشفى التل الكبير ليصبح أول وأكبر مركز للبحث العلمي وعلاج الوبئيات والأمراض المعدية في إسنتي عشرة محافظة بمنطقة القناة والدلتا إن شاء الله في غضون من ثلاث لستة شهر تكون استكملت بالكامل وبدأت التجغيل بكامل طاقتها ومش فقط هتبقى مستشفى للحميات هي هتبقى كمان فيها أبحاث للحميات وهتقدر تخدم الحقيقة في حدود تمنمائة سرير الطاقة دي فيه القدرة أنها ترتفع حتى الألف سرير وعناية مركزة بطاقة 80 سرير طبعا دي أرقام الحقيقة تقدر تغطي محافظة إسماعيلية بالكامل وتغطي إقليم القناة بالكامل في ما يخص موضوع الحميات نشغلنا المستشفى دي تجريبي من 2 سبع اللي فات المستشفى ده حضراتكم بتتقوم من طابق أرضي وأربعة دوار علوية مستشفى حجر كما يكون الكتاب بالزبط المستشفى دولة التسعة لربعين وخمسين سرير داخلي وما يقرب من ثمين سرعة مركزة مع الوزير الصحة أضافت أن المستشفى دي هتبقى مركز حميات ومركز أبحاث وبائيات بمعنى أن نقدر نعمل فيها الأبحاث والبائيات كلها المستشفى فيها جميع الخدمات نحن الوزارة بدأنا نجهزها ونبدأ نطابق المعامل وتجهزتها طبق المعارئة العالمية هندخل فيها الزمانة المصرية والتدريب العلمي والبحثي تواصل القافلة الطبية التي أطلقتها مدرية الصحة في أسوان أعمالها لليوم الثاني على التولي بقرية الفرسية بمدينة كومومبو وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل القافلة عشر عيادات متنقلة للكشف على المرضى من أبناء القرية ولتقديم الكشف والعلاج بالمجان وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية وعدد آخر لعمل تحاليل والأشعة بالمجان في البداية يعني بيدخل لنا المريض بنعمل كشف مبدئي ونشوف مثلا محتاج إيه لو هو هياخد علاج دوائي أو لو علاج مثلا جراحي أو حاجة متقدمة شوية بنبدأ إن إحنا نحوله لمستشفى مثلا جامعي أسوان أو ممكن مستشفى التأمين قافلة الطبية بتغطي جميع النحاء المحافظة والكشف والعلاج مجان لو في حالة بتحتاج تحويل بنحوله لمستشفى الجامعة أو أي مستشفى تابعة لمستشفى وزارة الصحة تفقد نائب محافظ كفر الشيخ عمر البشبيشي عددا من قرى حياة كريمة بمطوبص لمتابعة الأعمال الجارية في العديد من المشروعات الخدمية يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري حيث أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن تلك المبادرة لها مردود كبير على المواطنين وأنها ستحول قرى محرومة من الخدمات إلى قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوى معيشة المواطن مشددا على أن مركز مطوبص هو الأولى والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات لذا دم إدراجه في المبادرة بتكلفة 6.5 مليار جنيه هذا وشهدت قرية بني بكار التابعة لمركز مطوبص وصول القافلة الطبية العاشرة لجامعة كفر الشيخ لإجراء الكشف الطبي على أهالي قرية مطوبص وتقديم الخدمات المختلفة بالمجان في إطار مبادرة حياة كريمة الأطلقها في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة هي مبادرة خلاقة بنزور مركز مطوبص والمركز الفائز بحياة كريمة في المرحلة الأولى محافظة كفر الشيخ زورنا عدة مواقع بيقام عليها مشروعات خدمية ومرفقية شفنا مواقع بيقام فيها صرف صحي وفيه زورنا مدارس برضو بيتم إنشاءها ومدارس بيستكمل الإنشاءات فيها وبرضو زورنا بعض الحالات فيه المستحقة لسكن كريم الحقيقة مبادرة غاية في الأهمية وغاية في الضخامة فيها خمس محاور مهتمين بيهم بشكل كبير هذا وتواصلت في محافظة القليوبية أيضا أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهد محافظة القليوبية عبد الحميد الهجان توقيع كشوف المستحقين لسكن كريم في القرى التي تستهدفها المبادرة بمركز شبين القناطر مشيرا إلى أنه تابع على مدار الشهور الماضية حصر وتدقيق كافة المنادر المستحقة لدخول المبادرة مشيرا إلى أن عملية التقييم تمت من خلال عدة معايير هامة تم التوجيه بمراجعة كافة حالات سكن كريم من خلال مجموعات عمل من ديوان عامل محافظة بالتعاون والتنصيق مع مؤسسة حياة كريمة ومدرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة بالفعل تتواصل اليوم الثاني على تولي فعليات القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الحمراوين بالقصير جنوب البحر الأحمر وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 218 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها إجراء 34 فحصا معمليا بالإضافة إلى إجراء 22 فحص سونار كما تم إجراء 29 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر وصلت بعثة المنتخب الإيطالي إلى روما بعد التتويج بلقب يورو 2020 للمرة الثانية وبعد التتويج الأول قبل أكثر من 50 عاما في عام 1968 وشهد وصول البعثة وسط احتفالات جماهيرية بالفوز على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح نتابع الآن مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة احتفالا رسميا بأعضاء بعثة المنتخب الإيطالي بعد التدويج باللقب حيث يستقبلهم رئيس الوزراء ماريو دراجي وعدد من أعضاء الحكومة والشخصيات العامة نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد مصطفى ميذار معه جولة اقتصادية في نشرتنا الآن تفضل أهلا بك ميذار شكرا أنهي بحسين أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها بحثت مصر وأسبانيا مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية والشراكات المستقبلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وقد أكدت وزيرة التعاون الدولية رانيا المشاط أكدت ضرورة أن تعكس علاقات التعاون الدولية والتمويل الإنمائي بين البلدين الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 من ناحيتها أكدت وزيرة الدولة الأسبانية للتجارة اهتمام الشركات الأسبانية بالتوسع في مصر وتنفيذ المشروعات الاستثمارية حيث تعد مصر بالنسبة لهذه الشركات الوجهة الأولى لها في إفريقيا اعتمدت للحكومة مبلغ 19.8 مليار جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطريقة للمحافظات والاستكمال لتنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدووين عموم المحافظات خلال العام المالي 2021-2022 هذا وأكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الصعيد احتل صدارة في الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات بها وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين أنهت للبرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشاريات محلية وعربية وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسل مشاركات بنحو أربعة واحد من عشر مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659 مليار جنيه هذا وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 79% ليغلق عند مستوى 10233 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2321 نقطة المكاسب امتدت لمؤشر EGX100 متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 1.100% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد استمرار خطة شراء السندات الحالية البالغة 1.8 تريليون يورو للبنك المركزي الأوروبي على الأقل حتى مارس من العام القادم جاء ذلك خلال حديث لاغارد مع تلفزيون بلومبارج وقد عربت في هذا الحديث عن تفاؤلها الحذر بشأن التعافي نتيجة متغير دلتا من فيروس كورونا مضيفة بأنه على الرغم من ارتفاع التضخم في هذا العام إلا إن ذلك قد يكون بشكل مؤقت بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنتهدي الجولة في أخبار المال والأعمال من جديد أعود للمتابعة والختام مع الزميلتين هب أحسين وأنها توفيق أشكرك مصطفى ولم يتبقى لنا في نشراتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يوجه بتعزيز تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير واستغلال أصول قطاع الأعمال العام وفق مبدأ الحوكمة وصون المال العام شكري يسلم رئيس المجلس الأوروبي رسالة من الرئيس السيسي بشأن عدد من القضايا في مقدمتها سد النهضة وليبيا وعملية السلام شكرا لحضراتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة